نتكلم ان شاء الله ما بعض في الجزء ده على الفقرة التانية في الوحدة التانية ما له وهي العمليات الجبرية على الدول المقصود بالعملات الجبرية هي الجمع والطرح والضرب والاسمة فبنقول ان فيه اربع عمليات معروفة هي الجمع والطرح والضرب والاسمة العملية الخامسة هي عملية التركيب او عملية التحصيل هنركز أول على أربع عمليات الأولى وبعد كده إن شاء الله ناخد بالتفصيل العملية الخمسة فمنقول لو أنا عندي دلتين دلة F1 of X مجالها D1 وعندي دلة تانية F2 of X ومجالها D2 فإن مجال الجمع والطرح والضرب بتاع الدلتين هو عبارة عن مجال الأولى تقاطع مجال الثاني وليه التقاطع مش للتحاج لأن التقاطع معناه العناصر المشتركة فيه أو الموجودة في المجال الأول وفي المجال الثاني إذن التقاطع هيكون فيه عناصر موجودة فيه مجال الأولى وفيه مجال الثانية لكن العملية الرابعة هي عملية الإسمة فبنقول المجال هو التقاطع لكن معدى أصفار المقام طب المقام هنا F2 يبقى معدى أصفار F2 لو كان المقام F1 يبقى معدى أصفار F1 فبقول لو انا عندي مجموعة من الدوال ولكن الدلالة الاولى هي عبارة عن الجزر التربيعي لx الدلالة التانية الجزر التربيعي لx تربيعي زائد واحد التالتة دلالة كسيرة حدود الرابعة جزرية الخمسة جزرية الستة جزرية فكل واحدة فيهم بطبق عليها الخطوات اللي خدناها قبل كده يعني مثلا جزر x يبقى ده جزر تربيعي يبقى المجال هو كل ما يجعل ما تحت الجزر اكبر من او سوى الصفر فهتلاقي مجالها من صفر الى ما لنهاية الx تربيع اللي تحت الجزر دائما موجة بيبقى المجال هو R نفس الكلام هنا دي كسيرة حيودي يبقى مجالها R وهكذا دلوقتي اطبع عليها العمليات اللي قلنا عليها فمثلا لو انا سميت الدلالة جي اوف اكس هي عبارة عن F1 اوف اكس زائد F3 اوف اكس فيبقى الصورة بتاعتها بكتب F1 اللي هي كاية جزر x والF2 اللي هي اكس زائد واحد والعلامة اللي بينهم علامة جامعة لان هنا علامة مين جامعة طيب يبقى مجالهم عبارة عن ايه مجال الاولى تقاطب مجال التانية مجال الاولى لو نفتكر كان من صفر الى مالة النهاية مجال التانية هو R فاللو انا حبيت يبينها لكم كده هنا من صفر الى مالة نهاية ودي كلها R فين الجزء المشترك بينهم هو من صفر الى مالة نهاية هو المجال بتاعي لو خدت دلة تانية H يعبارة عن F2 ناقص F4 يبقى هجيب F2 واكتبها ليه جزر x تربيع زائد واحد ناقص F4 ليه جزر تربيع x تربيع زائد x ناقص 2 ده الشكل بتاعها طب المجال هيبقى مجال الاولى تقاطع مجال التانية ليه لان هنا العلامة بتاعتها هي علامة مين او العملية هي عملية ايه طرح نفس الكلام لو خدت ان Fx هي عبارة عن F5 مضروبة في F6 يبقى شكلها يبقى ايه اكتب F5 اللي هي جزر واحد زائد x مضروبة في F6 اللي هي واحد ناقص x طيب المجال بتاعها ايه هيبقى مجال الاولى تقاطع مجال التانية مجال الاولى لو نفتكر كان من سالب واحد الى مالة نهاية ومجال التانية كان منين كان من سالب مالا نهاية الى واحد فين المنطقة المشتركة بينهم المنطقة المشتركة بينهم هي من سالب واحد الى واحد اشتركوا في القناة